تجربة جديدة من نوعها عملتها بنت اسمها شيماء وبنت اسمها إنسان قررانهما يعملوا للأمهات الجديدة كل حاجة إزاي يتعاملوا مع البيبي الجديد أكله شربه نضافته حالته الصحية وأعتقد أن كل نيو مام بحتاجة الموضوع ده لأنه أنا شخصية لما مرت بالتجربة دي كنتوا للوقت بدخل على فيديوز على الإنترنت علشان حاول أطلع أي معلومة أفيد بيها البيبي لأنني طبعا مرتبكة جدا وده من خلال فيديوز فعل القصي وصيارة جدا على صفحتهم على الفيسبوك وسموها The Bride Mom وتعالوا دلوقتي نشوف التقرير ده ونرجع لكم مرة تاني بعد ما ربنا بزاني بنتي كنت تجد محتاسة قوي مش عارفة صرف إزاي مش عارفة أسأل مين فبقيت ألجأ لمامتي أو لصحابي اللي عندهم أولاد أورادي فلاقيت المعلومات اللي بأخذها منهم مش أبديتد ولا كافية وكنت بتعب قوي عشان أخذ المعلومة الصحة المزبوطة اللي أنا عاوزاها ففكرت بعد ما ربنا رزقني بنتي إن أنا أعمل حاجة تفيد الأمهات ويقدروا ياخدوا منها المعلومات جاهزة بصورة سهلة كل واحد دازم يكون متخصص في مجاله وعنده خبرة كافية وبيتعمل مع فئة الأمهات بالذات دي أول حاجة وتاني حاجة بنشوف خبرات الأمهات عاملة إزاي يعني ممكن مثلاً يكون الدكتور أول متخصص بيوصف بحاجة ما تكونش متناول الأم بس الأم زي ما بنقول الحاجة أم الاختراع بيسحيلوا عليهم بيلاقوا الحاجات حواليهم بيستخدموها بصورة أوضحة أو أحسن في حالات بنكتفي إنها بتبع أونلاين وده غالباً ما تكون حاجة بسيطة مش محتاجة من الدكتور أول متخصص يشوفها أو يتعامل بيها نفسه مع الحالة وفي حاجات لازم يشوفوها بعينيهم زي مثلاً الدكتور أو الطبيب في حاجات ما ينفعش يشخصها أونلاين لازم يشوفها أو مثلاً السايكولوجيست لازم تتعامل فيها مع الأمة أو الطفل أو الأب فيس توفيس أو وجه لوجه بحيث إنها تقدر تقيم وتعالج الحالة أو تحسن الحالة بصورة أفضل الأمهات بتحب دايما تتكلم أكتر فبيكتبوا الحالة بتاعتهم على الصفحة بتاعتنا أو على الجروب بتاعنا وفي حل تاني إن الأمهات لما بنبقى محتاجين نتواصل أكتر بيبعتوا رقمهم أو بنبعت لهم رقم المقتص وبيبتدوا يتكلموا عن طريق التريف رجعنا لكم مرة تانية في عسل أبيض ستوديو عسل أبيض طبعاً شفتوا تقرير اللي فات قد إيه كان مهم جداً يا شريني المفرع الحد يكون واقف معاك جنبك في أي وقت سواء كان بالليل أو الصبح تخشي تعرفي كل معلومات أنت حابة تطلعيها سواء كان عن حالته صحية أو نضافته أو تقدر يدخليه يمشي من إمتى خصوصاً أن أي أم الأول مرة بتكون أم الأول مرة فهي ما عنداش أي خبرة أو أي نصايح يعني هي كل اللي بتعتمد لي نصايح ممتها جدتها صحابها بس برضو الواحد يقوم محتاجها دمعها 24 ساعة يساد ويلحقه في المواقف الغريب